تسأل تقول هل حفظ القرآن أفضل أم قراءة القرآن لأن تقول أغلب وقت أقضيه في حفظ القرآن أختي عفيفة بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات ولا شك بأن من حفظ القرآن قرأه من حفظ القرآن قرأه والذي عنده استعداد للحفظ وعنده قابلية أن يحفظ بشكل كبير لا شك بأن الحفظ أفضل لن يجمع بين المصرحتين المصرح الأولى حفظ القرآن واستقراره في صدر العبد والمصرح الثاني قراءة القرآن باستمرار لأن الحافظ دائما يقرأ يقرأ في البيت يقرأ في السيارة يقرأ في العمل يقرأ في الطريق يقرأ وهو مسافر يثبت الحفظ على كل حال إذا استلقى على سريره قرأ وإذا قام قرأ لنتعلق بالقرآن لا شك بأن الحفظ أفضل لكن أحيانا بعض الناس يقولوا أنا حفظي بطيء حفظي بطيء وأنا ألاحظ بأن هذا الحفظ فوت علي ختمات لا يجمع بين المصرحتين يجعل وقت للقراءة ووقت للحفظ بارك الله فيك